هلا مقطع اليوم هو انو نروح ونستكشف المكان الجديد تبع الديندرو بس لحظة لو تذكر شو كان اسمه اوكي سوميرو بعد هيك محاولة تذكرت ذكرت انو سوميرو المهم المقطع اليوم انو نستكشف سوميرو بس كان المفروض انو برا عند البوابة رحب فيكون ونقول المقدمة وقالكم فكرة المقطع بس اني دخلت هيك تحمس له وفتت فهلا مرحب فيكون ونقول لكم هلا والله شباب كيف كون ان شاء الله بخير رجعت لكم بمقطع جديد ومقطع اليوم لح يكون عن جنشن باك لا اله الا الله المهم بنرجع لموضوعنا مقطع اليوم هيكون عن استكشاف سوميرو احد المعلومات الخطيرة اللي اكتشفتها واللي هي انو في عندي تليبورت مفتوح هون هلا انا متأكد من شغلة واحدة انو مو انا اللي فتحته او يمكن فتحته بالغلط بالمقطع الماضي ما بعرف اذا هذا المقطع هيبين لكم قبل المقطع الماضي او هيكون المقطع القادم بس انا بايدي ما بتذكر اني فتحت شي فيا كايتش فتاعي ما تفتحه يا اما انفتح لحاله يا اما يعني لحاله كأني انا فتحته هو انفتح لحاله لما مرأت من جنبه بمقطع تطوير اياكا اذا نزل مقطع تطوير اياكا فيكون تعرفه اذا ما نزل ما فيكون تعرفه الا ليش ان احنا كتير محتمين بالموضوع المهم اني ما فتت عليها وخلصنا لاني لو فت كنت فتحت هاده هلأ مننتقل لهون ونروح خط لهون وخط لهون وخط لهون هلأ صحة محرك الماوس بس كمان حاطت اصباطي وعم اشير فيه ما بعرف ليش بس اوكي يعني انتو ما حتشفوا اصباطي المهم شفتوا الماوس المهم اول شي منلاحظوا انه فيه نوع ورود جديد هاد شي جدا خطير او يعني مو جدا خطير شي كتير طبيعي اكيد ما حتمشوا هيكل الطريق بس يعني لاني ما بعرف الطريق تماما هلأ من وجهة نظر واحد داخل سوميرو لاول مرة سمعت عنا اشياء مو كتير خطيرة يعني او مو كتير متفائل من هالاشياء لانه حسب لي فهمته انه كأنه استعجلوا بتنزيله وحتى عنصر الدندرو ما كانوا جاهزين لحتى ينزلوه هلأ هدول يا اليمين بنعرفهم بس اوكي كلكن علي سوا عشرة على بطل رحظهات شو انا هتفكرتوا بمجرد كام بنامو فيه هلأ المخيم تبعهم بدي يهجم علي هلأ فجأة ماتوا ما بعرفش لون بس انه فجأة تبخروا بدي شوف شو الموارد اللي بيعطينا يا هادي واو ما بيعطي موارد او يمكن لانه هي مهمة كانت شبيهة بالمهمة اليومية المهم من كامل حسب اللي سمعتوا من الناس انه سوميرو ما لعد التوقعات وكمان عنصر الدندرو ما له افضل ما يكون يعني هلأ ممكن اتقبل هالشي وممكن لا شو الشي اللي يعني خليني اتقبله ولي هو فكرة انه تاوروف فانتاسي نزلت بهالوقت كمان فلما نزلت تاوروف فانتاسي كثير لاعبين ووقفوا عن لعب جنشن وصاروا يلعبوا تاوروف فانتاسي يعني كثير من اللاعبين فجنشن كان بدي تعمل شي لحتى تحسن تخلي اللاعبين يضلوا عنده فاستعجلت بتنزيل سوميرو حتى متل ما بتعرفوا انه صارت مدة البانارات اقل من قبل فما بعرف شو اقول هل هالشي يعني لانه حسنوا انه تاوروف فانتاسي حد دايقون او مجرد شي طبيعي مخططين له هلأ صراحة اذا هذا الشي هنا مخططين له وهيك المخططات لسوميرو وعنصر الدندرو فلا حتحطم شوي رغم من الهلأ ما جربت العنصر بس المصدر الجبت منه المعلومات واثق منه متل ما قلت الكون اذا كان هات كبشي مخططين له فهتحطم شوي اما اذا هنه نستعجل ونويين بعدين يعدلوا فكمان هتحطم شوي لانه هيك شركة غارت من تاوروف فانتاسي بدل ما تقدم شي احسن راح تقدمت شي عادي بس انه حسن تجزوا باللاعبين اللي يرجعوا يلعبوا اللعبة مرة ثانية المهم هاي كمان ورود جديدة او فاكهة جديدة زايتون اسمها باينة مثل النجاص والفليفل الحمرة اعطوهنا ببعض طلع هالشي لا اله الا الله الا كان في تيليبورت هوم بيطلع جيبه وهذا المورد مثل الورود البنفسجية الموجودة ببونستاد على ما يبدو او يمكن لا مالو هيك لانه بمجرد ما عم ارهبوا انه عم يتاخد فشكله شي مختلف شوي عارفين معرفة شو هالموارد طالع بس بشان التيليبورت ومثل مو شايفين قربنا نطلع لفل 58 فهذا شي حلو صراحة كنت متوقع سومر تكون ارهب من هيك يعني يكون فيه شي اكتر يمكن انا عم بمرق من نمر؟ نمر هاد ولا شو هاد؟ يعني هلا هو لمحة الاولية عنه نمر بس اولا كتير ضعيف ثانيا بتحسوا نمر مهجن فما نهي وحوش جديدة عم نواجهه يعني شي طبيعي ما في شي مميز صراحة وحوش جديدة موارد جديدة يعني مالي شايف هالتميز او شي اللي هيجزبنا للعبة مرة تانية بتمنى منك القلب يكون غلطان ويكون فيه شي خطير جدا يعني حتى لهلأ متل مو شايفين ما فيه اي تحدي باللعبة؟ على اقل بالنسبة لحساب متل الحسابي ما فيه اي تحدي باللعبة ممكن للبعض منكم لسا اللعبة كير صعبة هلأ اصلنا لعند التليبورد هون فيه شي عمي اللي يتعاخدني وهون فيه كموحش وفيه معن مهمة وفيه التيبي منبدأ بهدول ولا هدول؟ منبدأ بالتيبي بشان اذا صاروا متنا لا سمح الله نحسن نرجع صحيح لازم نشوف الترافيلر بعنصر جديد وهون فيه الوحش هذا وحش بيعطيك مورد جديد اوكي اكيد لا تطوير احدين ما على ما اظن هاده يمكن الشخصية اللي هتنزل للا بعد كم يوم او يعني بعد 14 يوم مو كم يوم ويبق ايجا الترافيلر اللي هياخد العنصر الجديد سمعت انه اول مرة الترافيلر بيكون فيه منه فائدة وكمان اول مرة اللي هتشرب شخصية عنصر ديندرو لانه هديك الشخصية صديقة امبر تيتشو كان اسمه ما جرب ورجعنا لحفلة السكيبات اللي بعادتني عن مهام جينشيرن اصلا وخلينا نجيب الترافيلر مادام فينا هلا احد المميزات الموجودة عندي انه الترافيلر لفيل تسعين فهذا الشي حيفيدنا جدا منحطه ومنحوله عنصره طبعا دايما بخليه انيمو لاني بحب الترافيلر على الانيمو بس هلا محتاجين انه نطوره ولحظة لفيل واحد بده 20 اطعه منه لحظة لحظة تطوير لفيل واحد بده 20 يا ما شاء الله يا ما شاء الله معنى الصورة هديك اللي شفتها انه انت لازم تجمع 300 وشي من هالمورد حقيقية تبعت انزومة ليمكن هاد ما خلصتون المهم شخصية دندرو جديدة وكمان ان هنا اتشيفمنت فالمفروضة 10 برايموجيم لا تقولولي 5 يعني شو هل بخل على اقل 10 المهم خليني يضابط لترافيلر على السريع وشكل الدندرو صراحة رهيب وفخ في عنا هي الشخصية بس ما ركزت عليها كتير اوكي منبدأ تزبيط احد الاشياء المهمة اللي فينا نكتشفة هون انه ما عندي ولا قطعة من نوع الدندرو دمج بونس فهي مشكلة شوي هنعطي اتاك هذا المتوفر حاليا مع انه فيني اعطيه فيزيك الدمج بونس بس هذا المتوفر حاليا متل ما لكلكون وهون اخر شي بنعطي اتاك ريت دمج يكون فيها ريت ريت حلو وفي عندي هاي احسن شي فهم نعطي ايها ومنطلع الهون لنشوف انه الاتاك عنده رهيب اللي كريت ريت حلو واللي كريت دمج مو كتير سيئ وما عنده اي اشياء من نوع العناصر بس عنده ريزيستنس لكل طبعا هاده مو لانه هو خطير لانه حاطين شخصية من كل عنصر التالنتات هتكون واحد 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 لانه بتعرفو لازم نجمع موارد لحتى نطور للترابلر بما انه كل عنصر بده تطويره من اول وجديد وهدول ان شاء الله يكون نستيليشينات هنجيبون كاملين مع الوقت متل مو شايفين هاي اللحصائيات النهائية وهلا لحتى نجربه هلا ما حيفرق بالنورمل هاد شي طبيعي بدنا نجرب الاليمنت الاسكل اوكي يعني بس هي هي الحركة اسمعت انه واخيرا لترابلر حيكون له دور تطلع هي هي حركته بس يعني بالهولد وبدون هولد ما في ايشي رهيب ما في ايشي رهيب حتى المسافة تبعه كتير قصيرة شكل مبالغ فيه جدا مبالغ فيه يعني ليكو المسافة كتير قصيرة خلينا ندور على وحوش مرتان لحتى جرب الالت لشكله باين مثل الفطر وبطريقنا نفتح التالي بورتات الموجودة وعلى حظي الان بدي وحوش ما عندي يطلع لك بالماب كله اي وحش هيك اللي وحوش بتتبخر وصراحة هي الحديقة حلوة بشكل مو طبيعي بالمهم هلأ منكمل تدوري على وحوش بعدين منشوف الحديقة الموجودة هون مناخد صورة من هون عادي اصلا الموضوع عادي نحنا عم نتمشى ونستكشف فمفرد لما طلع لي وحوش طلعوا ديندرو فمح نستفيد من الالت طبعا اكيد ما حيتدمجوا بالعنصر طبعا هلأ بتجرب هالشي اتدمجوا بالعنصر طبعا المنطق هي كوي اوكي ما تدمجوا على المأذن صار تفاعل بين النار والعنصر اللي هو الديندرو جميل فعلنا الالت هلأ بنجربو هجربو عليك رغم انك ما حتتدمج يحط وردة وبتضل عم تضربو مساحتها ازا لهون يعني بس يعني صراحة اكتر من المتوقع ما توقعت تكون المساحة هلأد وضلت فترة منيحة فمو كتير سيئة فيني يقول انه ممكن الناس عم تمدح فيه بشان هالموضوع ما فيني احكم لسه لحتى يجربو اكتر واكتر بس يعني ممكن يكون فيه خير هلأ الخطة كانت انه امشي لعند التليبورتات لثلاثة الرئيسيين او لثلاثة القريبين مني واحدين ثلاثة وافتحهم بس بشان ما يكون المقطع كتير طويل حننهي المقطع هون هلأ هاد يوم تاني من التصوير وتقريبا بعد 16 يوم من اللي شفتوه ومتل مو شايفين سوميرو عنا كلام فتحت ونلعب فيه شوي يعني فيه ما كان 36 وعشرين 15 15 وهي اذا من سوميرو كمان 17 بس مو هاد المهم هلأ لانه متل مو شايفين نزلت المنطقة الصحراوية وما بدي اعمل لها مقطع على حاله بشان هيك لتمنضيف الله هالمقطع هيك بكم دقيقة هالمرة اللي حاول على السريع فعلا نروح افتح تليبورتاتي بشكل واحد اتنين ثلاثة لح تتبين المنطقة كلها محا افتح تليبورتات الصغر بس يعني استكشف كتير سريع هيكون فاخلي نبدأ على السريع هلأ المشكلة اني من قبل حتى ما شفت المنطقة الصحراوية كيف بتكون يعني حرفيا ما شفتها حتى على اليوتيوب او عند اصدقائي لسه ما رحت عليها نهائيا فبظن حتكون تجربة جدا حلوة اني اكتشفها تقريبا مثل ما صار بالمقطع مو الماضي لانه انتو عم تشوفوها هلأ فبهذا المقطع بس بيصار بالنسبة لي قبل شي 16 يوم واضح انه محن حسن نطلع هاي شجرة كلها بدنا نطلع شوي شوي على ما يبدو هلأ كأني بورطة لانه معت في مكان واقفي لازم حاول واقف هون وعلى ما يبدو انه مح يمشي الحال والاستمنة تقريبا انتهيت وظن الاستمنة يمكن توصل نيمك اوكي لأ في اللفظ على الموضوع حطير وصل كزوها انت لها كزوها اثق بك هيا افعلها سطورتي كزوها يعني انقذنا بالقلم انت الاسكل تابع كزوها المنقذ الافضل وطبعا يعني بس بشان تعرفوا موعد التصوير يعني ما مر كيروقت متل ما قلتلكم بس انه الثانيو نزل وفينتيو نزل وجبنا الاثنين وهلأ بدنا نجمع لناهدة وشالله بلح يجمع شي كافي لألا لانه متل ما بتعرفوا ناهدة والهيثم ويالان هدول الثلاثة بدي اياهن وخصوصا اكيد ناهدة لانه الاركون يعني معقول يكون في عندي الاركون الاسطوري زونجلي وفي عنا الاركون تبع الان او مو هده الاركون الانيمو يعني يعني هو كأنه الاركون الانيمو بس انه في عنا الاركون الاصلي واكيد عنا الشوكن اللي هي اركون الالكترو فلازم نركز ونجيب اركون الدندرو اللي بتكون مشكل كتير اذا بيطلع هو مجرد اركون بالواجهة وفي اركون تاني فعليا هي حتكون كارثة ما بعرف ليش هيك قلتلكم لانه هي لسه مجرد افكار عم فكر فيها اذا بتكون يعني احكي عن الموضوع انه الاركون المزيف والاركون الاصلي اكتبوا لي بالتعليقات وليش ما كنا نوصل للصحراء يعني اوكي لسه في شوي بعيدة الصحراء شوي على ما يبدو او يمكن لاني مالحة في السوميرو وهي ليكا واضحة قدامنا ما بعرف مالحة كصحراء عسه طبيعية كتير بس انه على الخريطة بين الصحراء اوكي هاي هنيك المفروض الاهرامات يعني عطين هرم بالمقلوب ما بعرف ليش يمكن لانه اللعبة دقنشن او يمكن لانه هدول شركة هويوفيرس فهيك الموضوع هيكون منطقي اكتر وهون في عنا اولا عقارب وفو في عنا طيور بس على ما يبدو انها الطيور مسالمة يعني اوكي ما عادت مسالمة سعطي لحم او وجاج بشكل كتير كبير وهدول العقارب مالون بهديك القوة نياب ضعاف جدا وبيعطوا لحم مثل ما شايفين ما في اي مورد معين او مميز المهم خلينا نجي لهون ونفتح التليبورت وعلى فكرة منظر التليبورت جاي جميل صراحة يعني بالنسبة للمنطقة ككل وبيدي الفراشة تعي 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 ما بهم بنشوفك بعدين يا الله ما بدي الفراشة ما عاد لح يجيبها خلص صار هلأ يطلع ويحكي وما بعرف شوي الله هي غيرها نعمة حلو كمان اخدنا هي وراحت علينا واحدة يمكن بس يلا الحمد الله عكل حال المهم في شي وحوش نجي نقاتي لهون على ما يبدو ما في وصراحة اذا بتكون المنطقة كله متل هون يعني حتكون رهيبة جدا اذا المنطقة كله بتكون متل هالمكان بس اذا بتكون مجرد صحراء عادية فلا او زياد هلز زياد كيفك اوكي تطلع علي ومشي نرح له واللي هو موجود هون وعلى ما يبدو انه سمره فعليا مجرد صحراء يعني في بعض الامور هون وبتوقع يمكن حتى لسه يوسعوها من هون متل هون شايفين اولا في هون النهاية تبعه متل هون شايفين هون في تراب فالمفروض صحراء وهون المفروض يمكن كمان يخلوها صحراء كذا هاو زونجلي سوا بفكولك ازمة وان شاء الله اذا جبت فنتي مع هون هيصير الموضوع ولا احلم هو فنتي موجود يعني بس اول لازم انطوره من الصفر للتسعين بعدين بصير خير وهي التليبورت هينك متل هون شايفين منقول واحد اثنين ثلاثة اوكي وهي فجأة وصلنا لعند التليبورت ومنجي ومنفتحه الحركة جدا رهيبة بالنسبة لكم بس متعبة بالنسبة الي بس يلا عادي واوكي الاهرامات استكشفنا في هون صفر بالمية وحتى هون صفر بالمية وهادي الشي بينطبقه على هي المنطقة كمان اوكي بعد التركيز البسيط منشوف انه هون صار في واحد بالمية فانو عم نتطور شايفين وهلا بتركون مع خاتمة المقطع يلي صورته منشي 16 يوم المهم يا قوم هون وصلنا لنهاية المقطع بتمنى تكونوا استمتعتوا فيه بالختام لا تنسوا اتصلوا على نبينا محمد اللهم وصلوا السلام على نبينا محمد كان معكم نجم من قنات نجم بلاك سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر